أنا إمتى أعرف؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا متجوزة وخلاص يعني هنقول بلاش من السنة السبعة أنت بتقولي من السنة الخامسة للسبعة أنا دلوقتي دخل على خامس سنة جواز إيه الحاجات اللي المفروض أخد بالي منها في العلاقة قبل موقع في فخ الهرشة السبعة؟ بسي أنت قلت في المقدمة كلمة مهمة جداً جداً وهي دي تكاد تكون المفتاح هي في تراكمات إحنا مش بنتكلم يعني تحديداً المسلسل يمكن مشهد المواجهة الحقيقة أنا شايفة أن المشهد ده كان مشهد مهم جداً جداً طبعاً هم الاتنين وهما بيتكلموا تراكمات كتير من قبل كده ولا هي تكلمت فيها ولا هو تكلم فيها فلما جوا من هم الاتنين حتى يتكلموا هما ما عندهمش استعداد أن هما يسمعوا بعض انفجروا حصل حالة انفجار بالظبوط كل واحد عاوز يطلع نفسه أنه هو ما كانش غلطه طبع ليه بيحصل كده؟ بيحصل كده يعني لو هندخل شوية بشكل يعني فعلم النفس أو فسيولوجياً يعني أنه الواحد لما بيتحمل كتير بيفضل يتحمل 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 من غير ما بيتكلم ويفرغ اللي جوا ده بيتصور أوقات أنه اللي قدامه حاسس به وممكن أوقات ده بيحصل وأوقات ما بيحصلش سواء بقى يعني عن عمد عن غير عمد بنية كويسة بنية مش كويسة فإحنا بني قدمين في الآخر لما يوصل أنه بعد السنة الخمسة هما ليه تحديداً بنقول عند السنة الخمسة لأنه التراكمات كلها بتحصل كتير بيكونوا تقريباً جابوا أول بيبي ممكن تاني بيبي كمان ست كمان عرضة جداً يا نانسي للإكتئاب أكتر من الرجل ليه بقى؟ خصوصاً إكتئاب ما بعد الولادة ده كالساً؟ إكتئاب ما بعد الولادة وتربية الولاد وأحياناً بتبقى هي ماشية في شغلها وبتقدر أن هي بتحقق نجاح وفجأة تحس أنه بدأت تكون أسرة وولاد هم محتاجينها ومحتاجين من وقتها ومحتاجين من مجهودها فبيبقى عندها معادلة صعبة جداً ما بين أنه هي تكمل في تموحها وتثبت نفسها وما بين أنه هي كمان ترايبتها وولادها فبيبقى عندها ضغوطات كتير والراجل برضو عنده سقف توقعات عالية هي ليه عرضة لإكتئاب كمان يمكن أكتر لأنه هي بتتعبر عن مشاعرها بشكل أكبر مكتير من الراجل يعني إحنا الستات عندنا ده بشكل يعني بشكل فطري الراجل عنده الموضوع ده مختلف كنا لسه بنتكلم في الإنترو في الموضوع ده أن ثقافة المجتمع هي اللي نشرت فكرة أن الراجل ما ينفعش يعيط شوفي أنا عاملة يعني سلسلة مقالات اسمها المزاجي العربي والشخصية العربية وكنت يمكن بتكلم فيها عن القصة دي تحديداً المجتمع الشارئي بشكل عام بيفرد على الست والراجل أن هم ما يعبروش عن مشاعرهم في أوقات كتير ويمكن الراجل أكتر كمان من الست يمكن زي ما كنتي لسه بتقولي أنه عندنا ما ينفعش أن أنت تعايد طيب ليه علشان أنا راجل والتالي الراجل يتعاور أنه هو ما يعبرش عن مشاعره وكمان لما بيجي يسمع زي ما كنا بنشوف المشهد شوفناه هو مش بيسمع علشان يفهم ويرد بيسمع عشان يرد ويقول اللي هو عنك بيبرر بالزبط وهي دي اللي بتعمل المشكلة في الغالب يعني